هكذا نقرأ في دعاء الندبة الشريف ونحن نناجي إمام زماننا أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده عملية إحياء تقابلها عملية إماته من الذي أمات الكتاب نحن لا شأن لنا بسقيفة بني ساعدة أولئك قوم لهم دينهم ولنا ديننا لا شأن لنا به تلك أمة ونحن أمة دعاء الندبة في أجوائنا الشيعية أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده هذا الذي يتحدث عنه محمد رضا السستاني والذي تحدث عنه أخوه محمد باقر السستاني وهما يتحدثان بحديث أبيهما وهو الحديث نفسه الذي تحدث به إسحاق الفياض وهكذا بقية المراجع هذا الحديث إماتة للآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة التي تلوتها عليكم قبل قليل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك هؤلاء يقومون بعملية إماتة أو لا ماذا تقولون أنتم منهج حوزة الطوسي منهج إماتة للكتاب لأنهم نقضوا بيعة الغدير إماتة الكتاب أن نفسره وفقا للمنهج العمري مثل ما فعل الطوسي وفعل بقية المراجع إماتة الكتاب أن نؤسس العقائد بنحو يناقض القرآن هذا الفقه وهذه العقائد تتناقض مع القرآن بشكل كامل هذا هو فقه السستاني وعقائد السستاني وهي هي عقائد الخوئي وهي هي عقائد محمد باقر الصدر وهي هي عقائد الطوسي وهي هي عقائد مراجع حوزة الطوسي من الطوسي إلى يومنا هذا هذه عقائد أصحاب العمائم هذه العقائد مناقضة للقرآن هم يقومون بعملية إماتة للقرآن لقد أماتوا القرآن أماتوا القرآن فهل يجوز اتباعه فتاواهم باطلة عقائدهم ضالة منهجهم منهج كفر بحسب الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة لست أنا الذي أكفر أنا لا أكفر أحدا لا أكفر دينا لا أكفر أناسا القرآن هو الذي يكفر فإما أن تعتقدوا بالقرآن وإما أن لا تعتقدوا به هذه مشكلتك أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده عملية إحياء إذن هناك من قام بعملية إماتة عملية الإماتة عملية مقصودة مع سبق الإصرار القرآن أميت وليس مات من عند نفسه فالقرآن لا يموت من عند نفسه وإنما هناك من أماته أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده هناك من أماته أين محي معالم الدين وأهله محي هناك مميت هناك مميت لمعالم الدين ومميت لأهلي هذا الدين بإضلالهم لقد أضلوا شيعة فما عادوا بشيعة ما عادوا بشيعة إنهم شيعة المراجع إنهم حمير المراجع رجاء أعرضوا لنا الوثيقة الديخية ما رد أجيب الأزوان واحد قال لي أزل على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لنا أخر بابا ما توصل للنوب إليه قال توصل اطمئنن تركبهم يعني بش اشي عمل تركبهم وتقول لهم بيخ والله نف عبارة واحد من الأعلام أتقبل خمس سنة قال لي مستعجب مش دارها قلنا تركب يعني خلاغة أغمي شنية مثل مراجع خلاغة أغمي شنية تبقوا لهم بكار حالة السنوية فقش ديخ عرفي فقش والنس عبارة كنا على تفاو كلكم تعرفونا لأن المراجع أجيب الأزوان عرفة قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ ما شئ لا معلم إجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا هو واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة أين محي معالم الدين وأهله يقابله ماذا يقابله مميت معالم الدين وأهله إنه مديخ الشيعة يديخون الشيعة يجعلونهم حميرا أتعلمون لماذا يجعلونهم حميرا لأن الشيطان قد اتخذ المراجع حميرا وإلا لو لم يكونوا كذلك هل قالوا ما قالوا أنا أسأله أسأل أسستاني وأسأل إسحاق الفياط وأسأل أمحمد باقر أسستاني وأسأل أمحمد رضا أسستاني وأسأل أسستانيين تعرفون هذا الحديث أو لا تعرفونه من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية فهل هذا يعني أن معرفة الإمام فرعية من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية وهناك نص آخر من بات ليلة ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية الحديث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو في أول غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة في أول كتاب غيبة النعماني في مجموعة الأحاديث في صحائفه الأولى من بات ليلة ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية هذه المضامين التي تنتشر في كتب حديث أهل البيت أنتم تدركون معناها أو لا ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم كما يقول أمير المؤمنين ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر أنا أسألكم أنتم بشار بخار تفقهون هذا الكلام أو لا من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية وهذا المضمون هو هو الذي في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ثم صرحت الآية بشكل واضح من أن الذين لا يؤمنون ببيعة الغدير هم كافرون إن الله لا يهدي القوم الكافرين هذه فتوى من الله فكيف تعتقدون أن الولاية وأن معرفة الإمام من الفروع بل محمد رضا السستاني وحتى أخوه وهما أخذ من أبيهما هؤلاء يقدمون الفروع على الإمام وعليه فلم يثبت أن الاعتقاد بالولاية أعظم من الاعتقاد ببقية الفراء أنتم أنتم الشيعة الذين تقولون إننا شيعة تقبلون بهذه العقائد تقبلون بهذا الدين أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده هؤلاء هم الذين أماتوا الكتاب أين محي معالم الدين وأهله هؤلاء هم الذين أماتوا معالم الدين أماتوا العقيدة معالم الدين هي العقائد هؤلاء هم الذين أماتوا العقائد لا أتحدث عن محمد رضا السستاني فقط إنني أتحدث عن كل أصحاب العمائم حتى عن أصحاب العمائم الصغيرة أتحدث عن خطباء المنبر هؤلاء العمير وتذكروا دائما إذا ما تذكرتم خطباء المنبر تذكروا هذا الوصف الحمير حتى لا تأخذوا دينكم منهم هؤلاء حمير لا يفقهون شيئا من أولهم إلى آخرهم لا تأخذوا دينكم من خطباء المنبر هؤلاء حمير 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 بتمام معنى الكلمة لا تأخذوا دينكم من مراجع حوزة الطوسي هذه عقائدهم وهذا هو دينهم دين الضلال هذه الأوصاف والمضامين التي جاءت في دعاء الندبة هي عليهم وهي خاصة بهم أين المعد لقطع دابر الظلم هؤلاء هم الظلم أين المنتظر لإقامة الأمت والعواج هؤلاء هم أساس الأمت والعواج وسائر الأوساط تنطبق عليهم تمام الانطباق وخاطب الذين ينتظرون إمام زمانهم إذا كنتم فعلا تنتظرون إمام زمانكم ابتعدوا عن هؤلاء ونظفوا عقولكم وقلوبكم من قذاراتهم ومن قذارات وكلائهم ومن قذارات فضائياتهم ومن قذارات خطبائهم وشعرائهم ورواديدهم نظفوا عقولكم وإلا فحالكم كحالهم نذهب إلى فاصل محمد رضى السستاني حتى حينما نقل هذه الأحاديث في الصفحة الثامنة والأربعين من كتابه نقل عن إمامنا الصادق صلى الله عليه إذا حج أحدكم فليختم حجه بزيارتنا لأن ذلك من تمام الحج ونقل ونقل أيضا عن إمامنا الباقر صلى الله عليه تمام الحج لقاء الإمام حتى حينما أورد هذه الأحاديث أوردها في سياق ضعيف وضعيف جدا وهكذا شرحها وهكذا فهمها اعتمادا على ما ذكره صاحب الميزان الطباطبائي في الصفحة السابعة والأربعين يقول نعم ذكر السيد الطباطبائي قدس سره وفي الحاشية الميزان في تفسير القرآن الجزء الثاني الصفحة الخامسة والسبعون نعم ذكر السيد الطباطبائي قدس سره أنه ربما يستعمل التمام مقام الكمال بالاستعارة فيعبر عن الكمال بالتمام باعتبار أن التمام هو تمام الشيء باجتماع كل أجزاء حقيقته هذا المراد من التمام التمام هو اجتماع كل أجزاء الشيء لأجل أن تتحقق حقيقته التعبير قد يكون دقيقا من جهة وقد لا يكون دقيقا من جهة أخرى هذا هو قصور اللغة أنه ربما يستعمل التمام مقام الكمال بالاستعارة استعارة على سبيل الاستعارة بأسلوب أدبي وليس بأسلوب لغوي أصيل وإنما بأسلوب أدبي تجميلي بالاستعارة أنه ربما يستعمل التمام مقام الكمال بالاستعارة بدعوة وفقا لهذا الأساس بدعوة وفقا لهذا الأساس بدعوة كون الوصف الزائد على الشيء داخلا فيه اهتماما بأمره وشأنه ماذا يريد أن يقول يريد أن يقول من أن لقاء الإمام ما هو بجزء من الحاج وإنما جاء التعبير تمام الحج لقاء الإمام من أن الحج يكون تمامه حقيقة بأجزاء مناسكه التي نعرفها من طواف وغيره أما أن التعبير الذي جاء في الحديث تمام الحج لقاء الإمام فلقاء الإمام شيء زائد على الحاج ولكن لأهميته قيل هكذا في التعبير هذا هو هراء المفسرين وهراء الأصوليين وهذا هو هراء الكلاميين هذا الهراء هو الذي جر الويلات على محمد رضا وعلى أمثاله فضلوا وضلوا وضلوا وأضلوا 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 وسيبقون على ضلالهم وإضلالهم إلى أن يموت الأحاديث واضحة واضحة والله واضحة ولكن لمن كان له قلب يفقه به لمن كان له عين يبصر بها لمن كان له أذن يسمع بها أما هؤلاء طمست طمست بصائره أنه ربما يستعمل التمام مقام الكمال بالاستعارة هذا الكلام قد يكون صحيحا ولكن لا علاقة لهذا الكلام بهذه الأحاديث هذه الأحاديث تريد أن تقول من أن الحج سيبقى ناقصا من دون لقاء الإمام ومن هنا فإننا في زمان الغيبة رحمة من الإمام بأشياعه يكون حاضرا في الحج يكون حاضرا في الحج لأنه إذا لم يكن حاضرا في الحج فلا حج للناس هكذا تقول الأحاديث الشريفة وهكذا يقول فقه العترة الطاهرة الإمام الإمام من رحمته بشيعته يكون متواجدا في الحاج حتى وإن لم يكن هناك من لقاء مباشر وجوده يمثل لقاء إجماليا خصوصا حينما يكون حاضرا في موقف عرفات وجميع أشيائه يكونون حاضرين في عرفات ويكون هو قريبا منهم وإلا فإذا كان غاضبا عليهم ولم يحضر وعلموا بذلك فإن حجهم باطلون وعلموا من أن الإمام لم يكن حاضرا فإن حجهم باطلون الأحاديث واضحة أنا أسأل محمد رضا السستاني لماذا ذهب إلى الطباطباء ومن هو الطباطباء وما قيمته لماذا لم يذهب إلى القرآن بشكل مباشر وأن يذهب إلى القرآن سورة المائدة وإلى الآية الثالثة بعد البسملة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي هذا هو الإتمام لماذا لم يأخذ المعنى من القرآن قاعدة معلوماتنا القرآن لماذا لأنهم أماتوا القرآن أماتوه أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده هناك من أمات القرآن هؤلاء هم حوزة الطوسي مراجع حوزة الطوسي من الطوسي وإلى المعاصرين وما محمد رضا السستاني إلا ثمرة من ثمار هذه الشجرة الخبيثة التي تمتد إلى الطوسي وتنتهي بأبيه السستاني في زماننا هذا هؤلاء هم الذين أماتوا أماتوا الكتاب وحدوده لماذا لم يرجع إلى القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ولاية علي هي الدين هي الدين ولذا ماذا قالت الآية السابعة والستون بعد البسملة من السورة نفسها وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فإن التوحيد والنبوة تماهي في ولاية علي يا علي هكذا قال له رسول الله يا علي أنت أصل الدين ثم قال له أشهد أشهد لك بهذا رسول الله يشهد لعلي أشهد لك بهذا يا علي أنت أصل الدين التوحيد والنبوة من فروع ولايته من أراد الله بدأ بكم ومن ومن وحده قبل عنكم التوحيد نأخذه منهم فهو فرع وحقائق النبوة نأخذها منهم فهي فرع من أراد الله بدأ بكم كما في الزيارة الجامعة الكبيرة ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صار الإسلام إسلاما حين تماهى التوحيد وتماهت النبوة في ولاية علي وصارت ولاية علي أصل الأصول هذا هو ديننا أما هذا الذي يتحدث عنه السستاني في بيانه هنا وعبر زميله الذي جعله الأعلم من بعده إسحاق الفياض وعبر أولاده عبر محمد باخر السستاني وعبر محمد رضا السستاني في كتابه هنا هذا هو الضلال بعينه وهذا هو الكفر بعينه وهذا هو الخروج من الدين بعينه ورضيت لكم الإسلام دين متى حين تماهى التوحيد وصار فرعا في ولاية علي وحين تماهت النبوة وصارت فرعا في ولاية علي وهذا هو التأويل هذا هو التأويل يا علي ستقاتلهم على التأويل مثل ما قاتلتهم على التنزيل وتلك هي بيعة الغدير تلك هي بيعة الغدير أما هذا أهل هراء هذا هراء مرهجع حوزة الطوسي هذه الأحاديث لا بد أن تفهم في سياقها وسياقها الحقيقي يعود بنا إلى قاعدة المعلومات إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم ولذا فإنه حينما أورد الرواية إذا حج أحدكم فليختم حجه بزيارتنا لأن ذلك من تمام الحاج فسره بهذا التفسير بينما الرواية واضحة لأن ذلك من تمام الحاج يعني أن لقاء الإمام هو جزء من الحاج وهو الجزء الأكبر الجزء الأعظم بالضبط مثل ما حج النبي حجة الوداع وماذا جرى وجرت بيعة الغدير هذه الصورة الحقيقية للحاج هذه الصورة الحقيقية للحاج والتي يجب أن تطبق في كل زمان بحسب ذلك الزمان وبحسب إمام ذلك الزمان ماذا نقرأ في الكاف الشريف هذا هو الجزء الرابع من الكاف الشريف لشيخنا الكوليني رحمة الله عليه المتوفى سنة 328 للهجرة الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 549 رقم الباب 340 الحديث الأول بسنده عن زرارة عن أبي جعفر عن باقر العلوم صلوات الله عليه قال إنما أمر الناس أمروا أمروا إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها ثم أمروا ثم ثم يأتونا فيخبرونا بولايته إنها بيعة الغدير الثانية في زمان كل إمام ثم يأتونا فيخبرونا بولايته ويعرض علينا نصره من أننا حاضرون لنصرتكم تريدون من البقاء في المدينة فإننا باقون نحن عبيدكم هذا هو الجزء الأهم من الحاج هؤلاء لا يفهمون الحاج لا يفقهون الحاج لماذا؟ لأنهم أماتوا القرآن أماتوا القرآن ولأنهم نقضوا بيعة الغدير ولأنهم عملوا بمنهج الطوسي بعلم الرجال وهو محرمون وقد مر هذا علينا وأنا أخرج لكم الكنوزة من خزائن الآيات في الحلقات المتقدمة بمفاتيح الولايهتي ذروة الأمر صحيح زرارة روى هذا الحديث لكنني قد نقلته وأنا مطمئن وأقسم بالزهراء من أنني نقلته وحدثت به أكثر مما حدث به زرارة ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء من أنني قد نقلته وأنا مطمئن وأقسم بالزهراء من أنني نقلته وحدثت به أكثر مما حدث به زرارة ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته وإنني لأفاخره أفاخر زرارة أنني رويت هذا الحديث الذي أخذته منه من زرارة حدثني به عن باقر العلوم الرواية في الكاف الشريف وإني لأفاخره أفاخر زرارة الذي تعلمت منه هذا الحديث من أنني قد حدثت به أكثر مما حدثت به يا زرارة إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها ثم يأتون فيخبرون بولايته إنها صورة من حجة الوداع والتي جاءت بيعة الغدير بعدها هذا هو عصر التأويل وهذا هو فهم الدين ما قيمة حجة الوداع وإن كانت مع رسول الله من دون بيعة الغدير لا قيمة لها فقيمة حجة الوداع كانت ببيعة الغدير وهكذا قيمة الحج ببيعة الغدير الثانية مع إمام زماننا علينا أن نجدد عهود البيعة وإلا فحجنا لا قيمة له يضحك علينا المبلغون الذين تبعث بهم المرجعية وهم يجهلون مضمون الحج مثلما المرجع الذي أرسلهم يجهل مضمون الحج ما هو هذا الذي يرسلهم السستاني وأولاده وهذا كتاب محمد رضا السستاني وكيف يفهم الحج بهذه الطريقة السخيفة إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها هذه مقدمة لها قيمة لها ثم يأتون هذا هو الأصل ثم يأتون فيخبرون بولايتهم ويعرض علينا نصرهم بالضبط هذه مواثيق بيعة الغدير اللهم والي من والى وعادي من عادى ثم يأتون فيخبرون بولايتهم ويعرض علينا نصرهم وانصر من نصره واخذل من خذله هذا هو الحج هذا هو الحج أما هذا الذي تحجونه هذا هراء هراء هذا هذا حج سيستاني حج من دون أن يدرك مضمونه الصحيح هذا حج باطل لك من صلاتك ما أقبلت عليه ولك من حجك ما أقبلت عليه القاعدة هي هي هذه عبادة وهذه عبادة لك لك صلاتك ما أقبلت عليه ما تعرف من أسرارها ومن مضمونها وعلة تشريع الصلاة أن نديم ذكر محمد وآل محمد هذا هو الذي جاء في رواياته إذا أدركنا أن الصلاة شرعت لأجل أن نديم ذكر محمد وآل محمد فالصوم كذلك والحج كذلك وهذه كلماتهم تشير إلى الحقيقة نفسها فأسرار مناسك الحج من أولها إلى آخرها ترتبط بولاية علي وآل علي ومن هنا فإن حجة الوداع توجت بولاية علي بالولاية العظمى الباقر هكذا يقول إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوف بها وبعد ذلك ماذا أمروا أيضا ثم ثم أمروا ثم يأتونا فيخبرونا بولايتهن ويعرض علينا نصره رواية في الصفحة في الصفحة بعدها في الباب الذي رقمه 341 الحديث الأول عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه ابدأوا بمكة واختموا بنا أمر واجب ابدأوا بمكة واختموا بنا فهل البداية واجبة بمكة نعم واختموا بنا والختم واجب أيضا هذه الجملة تلخص لنا الموضوع ابدأوا بمكة واختموا بنا وماذا نقرأ أيضا هذا تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة وهذا هو الجزء الأول للمحدث شرف الدين الاسترابادي النجفي والطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة صفحة 336 الحديث التاسع عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وقد نظر إلى الناس يطوفون بالبيت فماذا قال طواف كطواف الجاهلية محمد رضا السستاني وهذا الكلام ليس خاصا به كل المراجع هكذا يجعلون تمام الحج بالإتيان بالمناسك التي نعرفها الإمام ماذا يقول طواف كطواف الجاهلية أما والله انتبه إلى كلام الإمام الصادق أما والله ما بهذا أمروا ما أمروا بهذا وإنما أمروا بهذا مقدمة مثل ما قال إمامنا الباقر قبل قليل في الحديث الذي قرأته عليكم من الكاف الشريف ابدأوا بمكة واختموا بنا أما والله ما بهذا أمروا يعني أن تمام الحج بتمام المناسك ما هو بحاج لكما يقول محمد رضا السستاني ويقول بقية مراجع النجا أما والله ما بهذا أمروا ولكنهم أمروا أن يطوفوا بهذه الأحجار ثم ينصرف إلينا هذا هو الأمر أمر واحد ابدأوا بمكة واختموا بنا وهذا هو الحج لكن من أين يأتي هذا الفهم النوري لمحمد رضا السستاني وهو يتبع منهج الضلال يتبع منهج أبيه ومنهج الخوئ من أين يأتي هذا الفهم النوري لمحمد رضا ولبقية المراجع في النجف وكربلاء فإنهم يفهمون الحج مثل ما فهمه محمد رضا السستاني وذكره في كتابه أما والله ما بهذا أمروا ولكنهم أمروا أن يطوفوا بهذه الأحجار ثم ينصرفوا إلينا ويعرفون مودتهم ويعرضوا علينا نصرتهم بيعة الغدير اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله إنها بيعة الغدير التي لابد أن تتجدد مع كل حج ومع كل إمام في زمانه وبحسب الظروف التي يمر بها الشيعي ويمر بها إمام زمانه فعصر الحضور ليس كعصر الغيبة لكن على الشيعي أن يذهب إلى الحج وهو ينوي لقاء إمامه إن تمكن من ذلك فإن لم يتمكن فعليه أن يجدد العقود والعهود في عقله وفي قلبه لإمام زمانه وأن يتوجه لزيارته أن يزوره بزيارة آل ياسين هذا النص جاءنا من الإمام وأمرنا أن نزور به أنا جئت بزيارة آل ياسين مثالا أن نزوره بزيارة الجامعة الكبيرة أن نزوره بسائر زياراته الشريفة نذهب إلى فاصل ويعلق محمد رضا السستاني على هذه الرواية عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه تمام الحج لقاء الإمام يقول وهذا نحو آخر من التفسير للآية الكريمة هو يتحدث عن الآية وأتم الحج والعمرة لله لأنه ذكرها وتحدث عنها فيما تقدم من كتابه وأتم الحج والعمرة لله يعلق على هذه الرواية تمام الحج لقاء الإمام وهذا نحو آخر من التفسير للآية الكريمة إذا كان الإمام عليه السلام بصدد تفسيرها وربما كان ما ذكره عليه السلام من قبيل التطبيق للتفسير فتأمل من قبيل التطبيق للتفسير هذا هو هراء حوزة الطوسي وهذا هو سفه حوزة الطوسي لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذه العناوية ما هو الفارق بين التطبيق والتفسير وهل هناك في ثقافة العترة الطاهرة القرآنية ما يقال له التطبيق وبأي معنى بالمعنى الذي تحدثوا عنه في رواياتهم أم بالمعنى الذي يتحدث عنه علماء الأصول أتحدث عن أصول الفقه وعن علماء التفسير في حوزة النجف وكربلاء ما هم حرفوا كل شيء كل شيء محرف في واقعنا الدين وفي واقع حوزة الطوس لا أريد أن أعلق كثيرا على هذا الكلام إنما قرأته كي لا يقال من أنني ما أشرت إليه وقت الحلقة صار طويلا كان في نية أن أقف عند هذه النقطة طويلا ولكن وقت الحلقة صار طويلا لذا سأترك هذا الحديث إلى مناسبة أخرى لكنني أختم بقراءة الرواية التي قرأتها عليكم وأضيف إليها رواية أخرى كي تعرف مضمون الحج في ثقافة العترة الطاهرة لا كما يتحدث عنه محمد رضا السستاني ويتحدث الآخرون من مراجع حوزة النجف وكربلة إمامنا الصادق نظر إلى الناس يطوفون بالبيت فقال طواف كطواف الجاهلية أما والله ما بهذا أمروا ولكنهم أمروا أن يطوفوا بهذه الأحجار ثم ينصرف إلينا ويعرفون مودتهم ويعرضوا علينا نصرتهم أقرأ عليكم من الجزء الأول من البرهان للسيد هاشم البحراني إنه جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة السابعة والخمسين إنه الحديث العاشر بسنده عن داود بن كثير قال قلت لأبي عبد الله للصادق صلوات الله عليه أنتم الصلاة في كتاب الله عز وجل وأنتم الزكاة وأنتم الحج فقال يا داود نحن الصلاة في كتاب الله عز وجل ونحن الزكاة ونحن الصيام ونحن الحج ونحن الشهر الحرام ونحن البلد الحرام ونحن كعبة الله ونحن قبلة الله ونحن وجه الله هذه التعابير ما هي مجازية بقرينة ونحن وجه الله فمحمد أين باب الله الذي منه يؤتى هم باب الله حقيقة أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء هم وجه الله حقيقة أين السبب المتصل بين الأرض والسماء هم السبب المتصل بين الأرض والسماء حقيقة فهذه المضامين حقيقية هذه حقيقة الحاج المناسك مقدمة لا قيمة لها حقيقة الحج هذه داود بن كثير يقول قلت لأبي عبد الله قلت للصادق صلوات الله وسلامه عليه أنتم الصلاة في كتاب الله عز وجل وأنتم الزكاة وأنتم الحج فقال يا داود نحن الصلاة في كتاب الله عز وجل ونحن الزكاة ونحن الصيام ونحن الحج ونحن الشهر الحرام ونحن البلد الحرام ونحن كعبة الله ونحن قبلة الله ونحن وجه الله قال الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله وهذه قرينة أخرى على أن وجه الله حقيقة فإن الإمامة جاء بالآية للاستدلال على هذا المطلب ونحن وجه الله ونحن وجه الله ونحن وجه الله قال الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله هذه المضامين مضامين حقيقية الحج هم يا أبا حسن كنية محمد رضا أبو حسن يا أبا حسن الحج هم يا أبا حسن هذا هو الفقه يا أبا حسن هذا هو الدين وليس هذا الذي سطرته في كتابك أتمنى أن تعود قبل أن يفوت الأوان أتمنى أن تعود أتمنى أن تعود وأن تتدبر في هذه الحقائق قبل أن يفوت الأوان نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله شكرا